حمدي فتحي وإحسين الشحات ومحمد مجدي أفشا هيسيبوا الأهل خلاص؟ لا ده باسم الله الرحمن الرحيم عزائي الأهلوية الجمال أنا عاوز أقولكم حاجة بالشكل ده انت عمرك ما هتنافس على كاس العالم انت هتفضل غالبان أقصى طموحك تنافس على البرونزية ولكن ده مش طموح الأهلوية خالص فإحنا محتاجين نوجه كام كلمة لمجلس الإدارة يمكن يعمل بيهم لازم نسيبنا من اللعيبة المحلية لازم نرفع سقفة نوحنا شوية ونشغل جيوبنا ونجيب لعيبة غالية عادة أبا أنا عايزك تعقلها جدا تخيل إن حمدي فتحي وإحسين الشحات مسلا مشي عند خيرهم كتير شوفي عزيزي الجميل كل لعيب ولو أسلوب ولو شخصية ولو وقت ينزل فيه كل لعيب له طريقته ولو الماتش المخصوص ليه ماينفعش تقول لنا عندي من حمدي فتح كتير ماينفعش القرن حمدي فتح بديانج حتى لو اللي اتنين بيلعبوا في نفس المكان مشيت فتحي تجيب غيره شابه مشيت حسين تجيب كواليتي أعلى كمان محمد عبد المنعم جايله عرض ب 12 مليون دولار انت مش عايز تدفع أصلا في مهاجم 6 مليون دولار ليه لابد من دعم الفريق فعلا انت داخل على مرحلة لو ما بدلتش جلد الفريق كله مش هتاخد ولا بطولة تاني اللعيب اللي عندك لو ما تدعمتش هتشطب علي معلول مالوش بديل ولا شبه في مصر علي معلول مالوش بديل ولا شبه في عفريقيا لازم تتصرف وتجيب حد يسد الخانة بتاعته لما يقعد لازم تفهم ان علي معلول اخر الموسم ده ومش هتلاقي منه تاني لازم يكون عندك مهاجم ولازم كمان تفهم ان كل اهدافك الفترة اللي فاتت جاية عن طريق الجناحات والمهاجم بتاعك اللي هو المفروض بيجيب جول ما بيجيبش جول وصنع الالعاب بتاعك اللي هو بيصنع لعب بايز ما بيصنعش لعب تعالوا نتكلم بمنطقية شوية ونقول بقع كده ممكن يزعها الناس انت جبت مكان عبدالله السعيد محمد مجدي قفشق علشان يسد الخانة بتاعته صح؟ ما سدش ما جاش ربع عبدالله السعيد طب انت جبت احمد عبدالقادر علشان يسد خانة رمضان لحد دلوقتي ما سدش نفس المكان اي نعم احمد عبدالقادر ممكن تكون موهبته عالية جدا بس فعلا ما سدش مكان رمضان ممكن سوق توفيق اه معاك فيها ولكن احنا مش عاوزين ده وانا مش بس بطلبك تجيب مهاجم ولو بديل بطلبك تجيب صنع لعب ولو بديل بطلبك تجيب مكان حمد فتح ولو بديل بطلبك بانك ما تبعش الشحات ارجوك ولا توافق على عرض عب منع انت بتعذر وخد دي بطلبك تجيب بديل لعالم علول ولو بديل عزيزي الاهل الجميل احنا مناش غيرك عزيزي الاهل الجميل احنا ما بنشبعش فارجوك علي سقف طموحك شوية وانسى البرونزية ونفس على كاس العالم كله البطولة اللي فعلا بتمنها من كل قلبي لازم نحققها احنا مش اقل ولا هي اكبر مننا وخد دي الاتناشر يا اهل بس كده